ازايكم يا جماعة عاملين ايه رجعنا تاني مع مسلسل ما وراء الطبيعة والحلقة التانية اللي هي باسم اسطورة لعنة الفرعون اللي هي متاخدة من نفس القصة لدكتور احمد خالد توفي اللي هي بتحمل نفس الاسم اللي هو اسطورة لعنة الفرعون في الحلقة التانية بيكمل القصة بتكمل الخطوط العريضة اللي هي اللي تبنت في الحلقة الاولينية بتكمل عادي تمام مع الجديد بقى ان الدكتور رفعت بيجيله استدعاء رسمي انه يروح بكل فوق انه اكتشفوا مومية فرعونية جديدة وبيكلفوه علشان عملية التشريح بتاعتها قبل الاستدعاء ده اللي حصل ان كان حصل فيه غيمة سودة كبيرة في السماء حجبة الشمس والقاهرة تمام وبقت الدنيا شبهة ظلمة قبل الاستدعاء ده تمام وبيروح بيشوف ايه الاخبار والكلام ده كله طبعا مش هنحكي بقى ايه اللي قابله وايه اللي حصل وايه اللي ترتب على الموضوع ده كله الحلقة باختصار جميلة تعتبر اقصر نسبية من الحلقة الاولى مش وحش الحلقة بس كان بعض الماخذ اللي في الحلقة دي اللي هي مثلا ايه طبعا اللي ما شافش الحلقة يستحسن ما يكملش اللي انا حقوله تمام علشان ما يبقاش فيه حرق الاحداث خلاص دينا قلت نبتدي بقى نقول رأيي في الحلقة الحتة اللي هي كانت بتبين بقى ان في حالة الكيوس او الفوضى اللي حصلت بقى بسبب اللعنة بقى في مصر وكده ما كانتش مترجمة كويس في الحلقة اللي شفتها يعني انا ما حسيتش فعلا بالخطر يعني ازاي يعني البليج او اسمه ايه المرض اللي انتشر كل اللي شفته في اتنين بيقحوا وكوريدور في المستشفى بس ما حسيتش بحالة بقى الفوضى بقى الصح انه بقى حد بيترمى يمينه شمال حد بيقع من على السلم يعني لازم يزوده زي بيقوله بالعربي الحفشتكانات دي علشان فعلا احس فعلا ان احنا دخلين على خطر كبير تمام مش بتاع ده مش قطين وصاله هو ده اللي بيحصل الحاجة الثانية كان موضوع سهل قوي ان هم راحوا اخذوا المومية يعني اخذوا المومية علشان ينقذوا العالم وانتشره في مكان معين تمت بطريقة سهلة قوي يعني ما حسيتش برضو ان في خطر في الرحلة او يعني الموضوع كان مفروش بالوارد راح اخد المومية راح اتدفنت خلصت يعني مفروض كان المخرج يعني يعني ايه يزود بقى يحط شوية يعني زي بايس كده على فلفل كده ايه في الموضوع يعني يعني يزود الصعوبة في الرحلة دي علشان احنا يعني نبتدي انلهس وراء الابطال علشان يبتدي يحققوا ايه الطلب علشان ينقذوا العالم وده اسمها انقذ العالم فلازم تبقى عشان تنقذوا لازم تعمل حاجة متعبة وحاجة منهكة وتفكير معقد مش تبقى بالبساطة اللي اتعرضت غير كده كانت طبعا ايه حلقة جميلة تقدير للحلقة التانية اسطورة لعنة الفرعون هي ستة من عشر لو عجبتكم الحلقة قولولي ليه لو ما عجبتكمش قولولي في الكومنتات ليه احب اسمع عرقكم وان شاء الله هنكمل برضو مراجعات بقية الحلقات سلام اشتركوا في القناة